اشتركوا في القناة ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ضرب الله مثلا قرية كانت امنة مضمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون جعل الله عز وجل من العقوبات على الامم والقرى والبلاد ان يذيقهم لباس الجوع والخوف فالله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بنعمة الرزق ونعمة الامن وكلهما امر مطلوب بدونه لا تستقر الحياة وقد جعل الله عز وجل لنا انثلة من سير الانبياء وسنتهم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية المحافظة على ضروريات الناس الخمس في حفظ دينهم وحفظ ارواحهم وحفظ اعراضهم وحفظ اقولهم وحفظ اموالهم قد جعل الله عز وجل لنا امثلة حتى نعلم كيف يحافظ على ذلك بموازنات ضرورية لا بد ان يكون المؤمن على وعي بها ذلك ان الحياة فيها من الخير والشر ما ذكر الله في كتابه ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونادر جدا ان يخلص خير بغير شر او شر بغير خير حتى تتضح المسألة تماما ولكن قدر الله في هذه الدنيا محنا وابتلاءات وفتن فيها يجتمع الخير والشر والمصالح والمفاسد والحسنات والسيئات وانما الفقه في دين الله من يعمل موازنات الشريعة لا موازنات الهوى في ترجيح خير الخيرين ودفع شر الشرين في ترجيح المصلحة الراجحة ولو كان معها مفسدة دونها ودفع المفسدة الراجحة ولو ادى ذلك الى تفويت مصلحة كان يمكن تحقيقها وذلك لا بد ان يكون بميزان الشريعة فان كل الناس قد جبلوا على ان يطلبوا ما يظنوه مصلحتهم حتى فرعون قد قال لا اريكم قال ذروني اقتل موسى وليدعوا ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد فكان الفساد في نظر فرعون دعوة التوحيد وقال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وقال المنافقون قال الله عز وجل عنهم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولذا كان تقديم موازين الشريعة وذلك بتعظيم الدين والبحث عن اعظم ما يؤدي الى اقامته في الناس من الدعوة الى التوحيد وايقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والحج من تحقيق الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وتحقيق الاحسان وذلك باعمال تحقيق اعمال القلوب الواجبة على الانسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ثم يأتي بعد ذلك مصلحة حفظ الدماء والنفوس فهي مقدمة بعد حفظ الدين مباشرة لعظم امر الدماء عند الله فانه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها اي تسبب في احيائها وحفظ حياتها فكأنما احيا الناس جميعا كما اخبر الله عز وجل في كتابه والله سبحانه وتعالى قد قص علينا من قصص انبيائه ورسله خاتمهم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم ما بينه في كتابه في مرحلة الدعوة في مكة حيث قال عز وجل ألم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وهذه الآية الكريمة دلت على ثبوت ما ذكره أهل السير من أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة ثلاثة عشر عاما يدعو إلى الله عز وجل ولم يؤمر بقتال بل كان ينهى عن ذلك وكان يأمر أصحابه الصبر ويأمرهم بالثبات على الدين دون أن ينابذ المشركين وقد ذكر العلماء علة ذلك من أن ذلك كان يؤدي إلى استئصالهم وإبادتهم بالكلية لأن فيه الإذعار على المسلمين لو واجهوهم وقوتهم لا يستطيعون بها مواجهة الكفار والله سبحانه وتعالى أمر بأن يحافظ على عباد الله المؤمنين عندما يواجهون من لا طاقة لهم بقتالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نزول إيسى بن مريم عليه السلام قال فبينما هم على ذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم يعني بعد أن قتل الدجال ووقعت ملحمة اليهود قتل جنوده من اليهود وأتباعه من اليهود وصار الإسلام هو الغالب في أكثر الأرض قال إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور التحريز لعباد الله المؤمنين بعيدا عن مواجهة يترتب عليها إبادتهم إذ أن يأجوج ومأجوج مع كفرهم وظلمهم وبغيهم وقتلهم من يقابلونه فإن مقاتلتهم تؤدي إلى استئصال المؤمنين فلذلك كان الواجب رغم أن عيسى صلى الله عليه وسلم نازل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية أي لا يقبلها ومع ذلك فالأحوال تتفاوت وتختلف فإذا كان الأمر كذلك مع الكفار فكيف فيما بين المسلمين بعضهم بعضا وفي بلادهم التي يقيمون فيها الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان يحجون منها إلى بيت الله الحرام ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويحافظون بدرجة أو بأخرى على أخلاق الأمة في مواجهة غزو فكري وثقافي غربي يريد أن يغير قيم المجتمعات المسلمة وأن نتأمل في قصة موسى عليه السلام وأن نتأمل في قصة موسى عليه السلام قال الله عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين أقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين شيء عجيب أن تجد من عمل الشيطان أنه أمر موسى بضرب الرجل ضربة عنيفة قضت عليه أليس رجلا كافرا فرعونيا ظالما معتديا يستضعف بني إسرائيل ضمن ما يفعله فرعون وجنوده مع بني إسرائيل كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم ولا أشد من هذا البلاء الشديد أنت لم يصل أنت لم تر أمة وصل الظلم فيها إلى مثل هذا الحد أن يقتحم بيتك وأن يؤخذ طفلك الرضيع إذا كان ذكرا فيذبح بالشفار بالسكاكين والسيوف أمام عينيك أو يؤخذ بعيدا عنك لا تدري ماذا يصنع به إلا أنه القتل وأما النساء فتستحيا للخدمة والإذلال ويبقى ذلك عشرات السنين قبل مولد موسى عليه السلام إذ كان ميلاده في السنة التي يقتل فيها الغلمان وذلك بعد أن استحر القتل في بني إسرائيل وما المخرج كذا يقول كذا يقول الناس ويكون المخرج بعد نحو أربعين سنة عندما تهيأ أمة بني إسرائيل عبر تربية موسى عليه السلام قبل رحيله إلى مدين وبعد عودته بالاستعانة بالله والصبر كما قال لهم موسى عليه السلام لما قالوا له أوذين من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون كان هذا الإسرائيلي من شيعة موسى ومن من يدعوهم ويربيهم ولكن كان فيه صفات منكرة كان يتهور بما لا يصح له كل يوم يشاد من لا يقدر عليه وليس هذا بالمشروع ولكن أعطفة أعطفة موسى عليه السلام في دفع الظلم عن المظلوم جعلته في تلك اللحظة لا ينظر إلى عاقبة الأمر وغيظه من ذلك الذي يعتدي على واحد من شيعته وقومه ومن المؤمنين به جعلته يندفع فيقتل ذلك الإسرائيلي وما قصد قتله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما قتل موسى الذي قتل خطأه قتله خطأا لأنه إنما كان يضربه بيده يدفعه دفعة قوية فوكزه موسى ضربه بقبضة يده ولكن موسى كان قويا آتاه الله عز وجل في شبابه قوة كما أتاه حكما وعلما ولذلك قال ولما بلغ أشده واستوى ولم يقل ذلك في يوسف عليه السلام لأن موسى كان عنده قوة أكثر مما كان عند يوسف فوكزه موسى فقضى عليه تأتي الحسابات مباشرة عند موسى عليه السلام ماذا يحدث بعد ذلك كيف ستكون مآلات الأمر فينظر أن هذا كان من عمل الشيطان عجيب قتل كافر ظالم يكون من عمل الشيطان من يحاسب نفسه يعلم ذلك بل موسى عليه السلام يظل ذاكرا خطأه ذلك بعد هذا في الحياة عندما قال له فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين أقر أن هذا كان بالنسبة إلى ما هو عليه الآن رغم أنه غير مقصود ضلالا ولم يكن قد وفق تلك اللحظة في الميزان والظاهر أن هذا كان قبل نبوة أو أنه بعدها ولكن كان من باب الخطأ فإن الأنبياء يجوز عليهم الخطأ في الاجدهاد دون تعمد المعصية قال هذا من عمل الشيطان ماذا يريد الشيطان من مثل ذلك يريد أن يهيج فرعون وقومه على موسى وقومه يريد أن يستقصل أهل الإيمان يريد أن يستقصل الخير من هذا المجتمع فيترتب على ذلك ضياع الدين وسفك الدماء وانتهاك الحرمات وهو ينتعش بذلك يحب ذلك يحب أن يرى سفك الدماء وخاصة إذا كان إذا كان ذلك بأيدي المسلمين بعضهم بعضا إذا كان قتل كافر ظالم معتد كان بأمر الشيطان لأنه في وقت كان لا يصلح فيه ذلك لما يترتب عليه من مفاسد وفتن واستئصال لأهل الإيمان وقد ترتب عليه بالفعل ترك موسى للبلد عشر سنين فاراً بدينه لأنه أوشك أن يقتل وقد ائتمر الملأ عليه ليقتله مع أنها كانت ضرورية لكي يهيأ موسى تهيئة جديدة يحتمل فيها ما لم يكن يحتمله ويصبر فيها أكثر مما كان يصبر ويستمر في طريق الدعوة والبناء دون التخريب والتدمير لقومه وطائفته وهو يظن أنه يريد بهم الخير وهكذا قد كان قال سبحانه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو تصور أن هذه من عداوة الشيطان أن يوقع بين الناس أن يوقع بين الناس ليهلكهم إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي بادر بالاستغفار كما بادر موسى واعترف على نفسه أنه قد ظلم نفسه واستغفر سريعا فغفر له قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين إذن ليس هناك مجاهرة للمجرمين مظاهرة للمجرمين ولو كان الإنسان لا يقتلهم ولا يقاتلهم ليس يلزم أنك لابد أن تقاتل حتى تفر من مظاهرة المجرمين مظاهرة المجرمين إما أن تكون مظاهرة آل فرعون فقد قال موسى رغم أني لن أقتل أحدا منهم مرة ثانية إلا أني لن أعاونهم على ظلمهم وعلى قتلهم لبني إسرائيل والمعاونة تكون بأن يباشر الإنسان بيده أو أن يأمر بذلك أو أن يعين عليه أو أن يرضى فمن سلم من ذلك فقد سلم من أن يكون قد ركن إلى الذين ظلموا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ بابك واسع أيها المؤمن يكفيك أن تكره وإذا استطعت أن تنكر فقد أديت ما عليك بل من قد كره فقد برئ قال ولكن من رضي وتابع الرضا والمتابعة والمعاونة والمباشرة هذه هي التي تكون عليك وربما قصد موسى عليه السلام فلن أكون ظهيرا للمجرمين أي لمثل هذا الإسرائيلي الذي يشد كل يوم من لا يقدر عليه لن أعود إلى معاونته لأنه يضر بالمجموع مع أنه من شئته إلا أنه قد يكون مجرما لأنه يضر أمته ويضر طائفته المؤمنة والمسلمة بما يفعل من تهور يؤدي إلى خراب وضياع فهو وإن كان فيما يبدو مسلما إلا أنه غوي مبين كما قال له موسى في المرة الثانية قال تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين وسبحان الله هذا الرجل كان هو الذي ذل على موسى لم يراعي أنه لم يعلم واقعة الأمس إلا هو وموسى ولم يعلمها القوم وموسى عليه السلام يترقب الأخبار لم يصل إلى قوم فرعون خبر عما حدث وإذا بالرجل يتوهم هذا الإسرائيلي يتوهم أن موسى لما قال له إنك لغوي مبين يريد أن يقتله هو فسبحان الله باعه في لحظة فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس هذا قول الإسرائيلي الذي من شعة موسى لكن يبيعه يدل عليه يقول أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين عجبا ألم تكن أنت الذي تقاتل بالأمس ذلك الفرعوني ألم تكن أنت الذي تسببت في هذه المصيبة ومع ذلك يعظ موسى هذا الوعظ البليغ ويجزم بأن إرادته ليست في الإصلاح وما تريد أن تكون من المصلحين وأنه يريد العلو والجبروت أين عقل هذا الرجل كيف دخلت في نية موسى فيما يريد لكنها جرأة على نيات الناس والطعن في النيات بمجرد الوهن والخيال تركه الفرعوني الثاني بسرعة حصل على كنز من المعلومات يؤدي إلى تدمير بني إسرائيل بالكلية أو على الأقل قتل موسى ترك القتال وانصرف ليبلغ الخبر من أن موسى هو قاتل الرجل بالأمس ولولا رحمة الله وفضله بالرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين نجاه الله عز وجل بفضله أن سخر هذا الرجل ولولا ذاك لكان كل أمر بني إسرائيل بعد قتل موسى لو حدث إلى ضياء وبوار وهلاك احذروا عباد الله احذروا أن تفسدوا وتظنون أنكم تصلحون احذروا أن تكفروا نعمة ربكم عليكم بما أنعم عليكم من الاستقرار والأمن وإن كان يوجد فساد وظل لكن لا بد أن نزن الأمور بما تقول إليه وليس فقط التاريخ يحدثكم ولكن ما حولكم يحدثكم قد قص الله علينا من قصص عنبياء ورسله أيضا ما نعرف به أمر احتمال بعض المفاسد لدفع أشد منها كما قال سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا وقال في تفسير ذلك أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كان هناك ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا قرصان من القراصنة ماذا فعل الخضر؟ هل جمع الصيادين المساكين؟ ومعه موسى القوي الأمين ومعه فتاه يوشى بن نون وجمعهم لمحاربة ذلك الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا ليتخلصوا من ظلمه؟ مقارنة القوى ومقارنة المصالح والمفاسد والنظر إلى المآلات جعلت الخضر يعيب السفينة سفينة المساكين الذين حملوهم بغير نول بغير أجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه الطويل في قصة موسى والخضر أن موسى قال له قوم حملون بغير نول يعني لما أعرفوا الخضر أحسنوا إليهم ومع ذلك فإن الخضر خرق السفينة ثم جاء بلوح ووضع وجلس عليه ليرقع هذا الخرق لكنه خرق يسير لا يغرق السفينة وأما إذا كانوا وجهوا ذلك الملك فإن النهاية معلومة لم نؤمر بما لا نقدر عليه من رحمة الله لا يكلف الله نفسا إلا أسعها ماذا يصنع الناس وهم يرون ظلم الظالم واعتداء المعتدين ينظرون هل يمكن إزالة ذلك إلى ما هو عدل وخير وبلا هذه المفاسد أم أنه يزيد المفسدة بميزان الشريعة وليس بميزان عواطف الجاهلين أو مكر المجرمين أو فسخ الفاسقين حتى يضيع الناس ما بأيديهم ويلحقوا بمن كان حولهم ممن ضاعت بلادهم نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يردهم آمنين كان العلماء دائما يستللون بقصة موسى الخضر على احتمال أدنى المفسدتين بل كانت هنا بمباشرة المفسدة ذاتها كان الخضر هو الذي خرق السفينة خرقا لا يضر في إغراقهم صارت معيبة حتى إذا مروا بالملك وجد السفينة معيبة فليس عنده وقت هناك سفن أخرى يريد أن يأخذها صالحة وأما هذه فمعيبة فتركها للمساكين وبعد أن مروا أصلحوا سفينتهم واستمروا في حياتهم ليس دائما معالجة الفساد بأنك تترك الصبر عليه لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر حتى رغم الأثرة قال صلى الله عليه وسلم إنكم يقول للأنصار إنكم سترون بعده أثرة وأمورا تنكرونها قاولوا فما تأمرنا قال صبروا حتى تلقون على الحوض أثرة منذ زمن طويل الأثرة الاستئثار بالمال والملك والسلطان والتمتع بأنواع الخيرات دون أن يعطى أصحاب الحق حقهم ومع ذلك فقد جرب المسلمون في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجارب أليمة لا تزال أليمة إلى اليوم قتل الحسين رضي الله عنه هناك موازنات لا بد منها خرج الحسين من المدينة وقد راسله أهل العراق بالمبايعات أننا سنبايعك أميرا بعد أن ظهر من فسق يزيد وظلمه ما علموه ولكن كانت هذه المبايعات من قوم لا ثبات لهم عندما تأتي جادات الأمور إذا بهم يبيعون الحسين خرج الحسين في سبعين من أهل بيته وقد نهاه ابن عباس وقال له أهل العراق لم يفو لأبيك إن كنت تريد إن كنت تريد وهو ينهاه عن أن يريد فاذهب إلى اليمن فإن بها شيعتك وشيعة أبيك لكن يمن بعيده هو يريد أن يذهب إلى الشام بهم بعد ذلك كما كان قد فعل أبوه رضي الله عنه ومع ذلك مع أن علي رضي الله عنه كان هو الخليفة الرشد وكانت بيعة الصحابة له وكان معه أهل بد جميعا من بعد يعني كان معه أكثر أهل بد خصوصا بعد مقتل عمار بن ياسر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئة باغية وهو ذلك بعد وقعة السفين ومع ذلك فما استطاع علي رضي الله عنه أن أن ينتصر على معاوية ومعه الفتن خطيرة ولذلك كان الحسن يحثه على ترك القتال والحسين يحثه على الاستمرار سبحان الله سيدة شباب أهل الجنة قد اختلف مع أن علي هو الخليفة الثابت إمامته والآخرون أهل باغي عليه ومع ذلك أول ما بوي علي الحسن وهو أيضا الخليفة الخامس الراشد ذلك تكملة الثلاثين سنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ستة أشهر ومع أن أنه كان معه كتائب كأمثال الجبال كما في صحي البخاري إلا أن معاوية وعمر بن العص نظر إلى حجم هذه الكتائب كتل هائلة من البشر يحبون الحسن ابن علي رضي الله عنه صبت النبي صلى الله عليه وسلم ابن النبي صلى الله عليه وسلم السيد فقال له ومن يكون لأهل الإسلام قال أحدهما لصاحبه عمر بن العاص ومعاوية رضي الله عنه لو قتلنا هؤلاء فعل لو قدرنا الانتصار هكذا تكون الحسابات الاحتمالات الواردة لو قتلنا هؤلاء من يكون لأهل الإسلام من يدفع عنهم عدوه تصور لو قتل كل هؤلاء هذا الاحتمال الأول أن ننتصر والاحتمال الثاني أن تكون الهزيمة فلذلك بادر معاوية إلى مراسلة الحسن في الصلح والحسن كان محبا للصلح بادر إليه مباشرة ومع أنه الخليفة المبايع فعلا خليفة راشد تنازل عن الحكم لإصمة الدماء تنازل وأصلح الله به بين طائفتين عظيمتين إلى المسلمين كما أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال إن ابني إن ابني هذا سيد وعلى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فاجعلوا أنفسكم عباد الله أهل صلح وخير لا تكون أهل فتنة وسوء وشر نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء نسأل الله أن يحفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم حاول الحسين فتركه أهل العراق في سبعين من أهل بيته وجاء الظلمة المجرمون وأرادوا أن يستسلم وعلم الحسين أنهم سوف يقتلونه إن استسلم حتماً وطلب منهم أن يذهب إلى يزيد أبوا ماذا تريدون أكثر من ذلك سوف يضع يده في يد يزيد ويوهيعه وتنتهي المشكلة أبوا قال دعوني أذهب إلى ثغور المسلمين أقاتل في سبيل الله حتى أقتل تستريحون مني بالجهاد قالوا رفضوا ذلك طلب منهم أن يرجع إلى مكة يتعبدوا بها ويترك أمر المنازعة أبوا علم إذن أنه مقتول فقاتل يدفع عن نفسه بما استطاع فقتله وسبعون من أهل بيته في وقعة كربلاء التي لا تزال ذكراها تصيب المسلمين بأنواع الآلام والمحن بسبب المظلومية التي ظل الشيعة يسترجعونها ليحثوا أتباعهم على قتل أهل السنة بزعمهم ليثأروا من قتلة الحسين ليثأروا من خلفاء بني أمية من ورثة بني أمية والله أهل السنة يرفضون قتل الحسين وأتبرؤون من قتلة ويرون ذلك جريمة عظيمة ومع أنهم كانوا يخطئونه كما فعل ابن عمر أهاه عن الخروج يوم خرج فلما أبى الحسين قال أستودعك الله من قتيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما فتنة ابن الزبير التي انتهت بقتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير كان أمير للمؤمنين تمت بيعته قبل بيعة مروان ابن الحكم والد عبد الملك عبد الملك استعمل الحجاج المبير بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في ثقيف كذابا ومبيرا مهلكا قتل عشرات الألوف بل ربما أكثر إلى مئات الألوف وقتل من خيرة أهل العلم من الصحابة والتابعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أو من التابعين على الأقل كسعيد جبير وغيره من أهل الخير والعلم والإيمان ومع ذلك بايع ابن عمر بعد مقتل ابن الزبير لعبد الملك ابن أروان لتلتأم الأمة رغم وجود الظلم والفساد فقه ضروري لا بد أن نعلمه من أجل أن لا نفقد أمتنا وولادنا ولكن نحتمل من هذا نصنع نصبح من أنفسنا نصبح نصلي كثيرا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين أظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه رجعون أقول قبل هذا وأستغفر الله ورحمه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة